الغربال الغربال مدرب هوليودي مع الاهلي حياة مارسو الكولر حاجة جميلة جدا وانا دايما بيستوقفني الكلام اللي برا مصر اولا هنا ربما الكلام بيطالوا بعض التحريف والتأويل والمعانة المصرية وتسعاية المجاملة يا سيد وتلاقي حتى الرجل يقول الكلمة تروح في المعنى المصري انما الرجل اتكلم لاحدى الصحف السويسرية في حوار مطول واخد راحته وقاعد في بلده وباصص على الاهلي من بعيد وتكلم من القلب اولا كلام فيه معاني حبيت فعلا اقف مع المهندس عدلي ومع حضراتكو فيها لانه لها كلام له دلالات مهمة جدا الاهلي مهتم بتمديد عقد مارسو الكولر عقده اللي موجود ينتهي بنهاية الموسم اللي هيبدأ وفيه اهتمام انه يتم تمديده وفيه توافق على التمديد ان شاء الله وقت ما النادي يصل الاتفاق في التمديد هيعلن لكن النادي مهتم جدا بتمديد عقد مارسو الكولر واستكمال مشروعه الكبير كولر لصحيفة نويت سوريشو تسياتونج السويسرية قال لما خدت جاني عرض الاهلي في الصيف اللي فات اكتشفت النادي ده واكتشفت انه الانجح في القارة عنده اكتر من 60 مليون مشجع وده شديني جدا كما ان المحادثات مع رئيس النادي كانت جيدة قال كمان ما زلنا نشعر بعواقب كارسة استاد بورسعيد من 11 سنة وده اللي تسببت في مقتل اكتر من 70 شخص از لا يتم السماح لاكتر من 8000 مشجع في الدوري الملاعب ليست ممتلئة لكن بيظهر الكثير من تعصب المشجعين للنادي الاهلي قال كولر عن تعصب المشجعين للنادي قالك ده بيخل العمل اكثر صعوبة بالنسبة لي الضغط والحماس الشديد والعصابيات الجمهور قالك بيخلق علي صعوبات قالك اذا فزت باللقب الاقل المشجعين بيطلبون باللقب التاني وبالكاد يا دوب تلحق تاخد راحة وقال كلما حققنا نجاحا اكبر تقل قدرتي على الخروج في الاماكن العامة وده بصراحة عكس ريني فيلر بلدياته فيلر واحدة من الاسباب اللي خليته مشي قالك مش قادر اخد راحتي في الحركة كولر بالعكس بقى مبسوط جدا بالاهتمام لدرجة يا با شواندس قالك انا شفت السيارات تبقى ماشى في نص الشارع في مصر تقف عشان ينزل منها اشخاص عايزين يتصوروا معايا ومش فارق معاهم انهم معطلين المرور المهم انهم يتصوروا معايا وقالك انا بعتقد انه حتى لما باجي المطار كل الموظفين في المطار بيعرفوني ده بيسعدني لكن دائما هناك اشخاص جدد يرغبون في التقاط صور فبكون سعيد معاهم بداء قالك الامر يبدو بالنسبالي وكأنني في ظروف شبيهة بنجوم هليود نجم يعني موسماني كان يستمتع بالشعبية كولر بيستمتع بيها بس هو كولر في حاجة عنده كاريزمة انك تحبه تحبه وتحترمه يشدك يشدك وتشعر انك قدام انسان انت فاكر انا اول ما جاء قلتلك ده اكثر واحد شبه مين فيسة يشدك بانه برينس بس ده ابن بلد شوية برينس بلدي يعني يضحك ويقول افهات ويتفاعل مع الناس النموذج انا بحبه بتاع فيسة بتاع كولر يعني بتاع دوكوتي حتى منو جسيب بكل شدته قال لا شعبي واخد بالك لانه هو اللي ما استمتعش بالعمل في كرة القدم بتغيان الشعبية يتعم صحيح طيب قال ايه كولر قالك انا في الحقيقة بالنسبة للاجواء الهليودية اللي حوالي ديت انا معتاد عليها نوعا ما قالك في النمسا كان كتير لما بيطلب مني الصور مع المعجبين لكن في مصر بصراحة الامور واخد أبعاد تانية خالص انا في اليود طيب جزئية اللي انا هنقش المهندس عادلي فيها جزئية فنية لها علاقة بالنظام قالك المدير الفن في مصر له معنى مختلف عما عليه في أوروبا انا عايزة انا اسمع ليه قالك المدير الفني في مصر عليه المزيد من المهارات والمهام ويجب ان اتخذ كمدير فني الكثير من القرارات لذلك يتم التعامل معك تلقائيا باحترام اكبر انت حضرت النظر قوي قال عندما اراد الاتحاد الافريقي اقامة السوبر خلال وقت قصير اللي انا كنت بقولك عليه تدخلت مع رئيس النادي محمود الخطيب وقلت له ان اللعيبة في حاجة لراحة بعد موسم طويل والان بالفعل ستقام المباراة في وقت لاحق احب تلك المسئولية الاضافية للمدير الفني وفقا للنظام المصر هو عاجي قولي بقى لكن القرارات من هكملك الجملة دي قالك القرارات ضرورية ويتم مناقشاتها مع رئيس النادي وذلك يمكن ان يجعل الامور اسهل لكن ربما في ظروف اخرى يجعل الامور اكثر صعوبة ايضا الجملة الاخرانية دي لكن هو بيقولك ايه ما معنى قرارات اضافية انك متضر حتى مع الاتحادات الاقليمية تناقش امور ايه المفروض تتعمل حسابها من نفسها فبيدي اقولك ايه فجأت ان انا محتاجة خضراحة وعندي ماتش سوبر فكان لازم اتكلم الرئيس النادي اللي عمل اتصالاته وربما قدر يأجل المباراة او يقنع الاتحاد الافريقي ان ده مش معاد مناسب للمباراة السوبر الافريقي فهذا عمل اضافي في اوروبا هتجد الامور دي بتطرع من نفسها مش هاجه اقولك عندك يوم خمستاشر ماتش وانا حدث لك يوم ستاشر ماتش مثلا وابتدي حل الاشتباك ده فده عمل اضافي لان الدنيا متشابكة جدا اقليميا ودوليا ومحليا طبعا محليا حدث والحرج افريقيا حدث بس انما عالميا ينظر الى الراعي قبل مصلحة النادي طيب خلينا اقول تفسير تانا انا اذا كان يتفق مع تفسير اتفسيرك لده ولا لده اوعدك لو يتفق هقول اوعدك الراجل بيقولك المدير الفن في مصر له في المفهوم المصري شي مختلف عن الاوروبي وبيقول لي ان انا لقيت في مصر المدير الفني تقريبا ينفيده كل حاجة مش يمكن ده معناه ان انت عندك في اوروبا بالذات في الاندية المحترفة الكبيرة اختصاصات واضحة للمدير الرياضي مثلا ايه طبعا وجود المدير الرياضي استاذ ابراهيم فماد ايا المدير الرياضي بياخد قرارات في استقدام من من اللاعبين وفق الاستراتيجية النادي الرأي الرأي المطلق في الاستقدامات والاستغناءات مش بتاعت الهيد كوتش الواحده المدير الفني الواحد هو بيقول لك انا هنا بستمتع بده ان السلطات كلها عندي ده مش موجود في اوروبا اه المدير الرياضي بمفهومه الحقيقة وحنا شرحنا الدور ده اه انا قلتلك ان انا عملت حوار وانا في اليابان اه مع المدير الرياضي للمان يونايتد ولقيت ان احنا بنشتغل اقتصاصات ده من المسلمات اخرى ايوه بس فيها تشابه بالزبط الفصل الدقيق في المهام بيخلي كل واحد مركز في عمله اوي لا لا كمان في حاجة يا سيد بريب خلي بالك الاجهزة الفنية برا مكونة من كم واحد ايوه تخصصية اوي ايوه فانت فعلا بس تخصصية في اطار المهمة بتاعت الهيد كوتش ايوه مش الاستراتيجية بتاعت الكرة بس بتريحه اه هو هو عنده كثير من المساعدين انه لما يقول ايه انا عندي بضايع الفرص بقيت عندي ناس معنية بهذه الجزئة فقط انا عندي حراسة المرمى مش عارف ايه انا عندي في الدفاع التمركد يقول المشكلة للراجل المعني بهذه يحلهاله طيب السكاوتينج او عملية التقييم انت بتجيب مدرب وده احنا هنا بنتكلم لصالح الاهلي انت بتجيب مدرب عقده لمدة سنة سنتين تلاتة وبتجيب لي اعاب لمدة خمس سنين قناعات المدرب اللي موجود بتتغير من مدرب لمدرب والنادي الاهلي تحديدا وفقا للمفهوم ده الاهلي لبى احتياجات الهيد كوتش اللي بيتكلم عليه مارسل كولر مع ريني فيلر عايز مواصفات فيرويد جاب قالو ديانج قالو باجي وكان معجب جدا بيه وعايزه ومتقريبا مش عايز ازاره جاه موسماني مش عايز قالو باجي وعايز بيكي سوني وولتر بواليا الاهلي لباله برضه اغتياره مع كل واحدة في دول الاهلي بيعمل الصح لسوابته اللي هو رأي المدير الفني طيب مش موسماني جاه مستر مارسل كولر مش عايز ميكي سوني حيتجاب له فيرويد مش هسألك عليه طبعا حيتجاب له فيرويد جديد انت عايز مني اجابة اه في كل واحدة من دول بيحصل في كل العالم النهاردة لما محمد صلاح راح المانسيتي اه كان مانسيتي ولا تشيلسي اخوه راح تشيلسي تشيلسي اه راح تشيلسي مع مين مورينو اه قالك مش عايزه راح روما ابدع فورنتينا روما راح ليفربور لا شي طبيعا لما يروح نادي غير النادي هيتقلق بس انا بتكلم على النادي واحد هو مش من من شيلسي برأي مين مورينو مورينو اذا انت مورينو الكوتش قال مش عايزه الكلام ده بيحصل في كل حت هتلاقي جراديو لبيمشي لعيبة وبيجيب لعيبة برأيه اه فيه هو بينطق بس انا عايز هالند ويا خلا الدنيا واضحة عن دون برأ ليه لانه ما بيلعبوا هم بيختاروا بينهم ومن بعض من اوروبا الدنيا مكشوفة قوي والمواهب واضحة جدا والليفل بتاعهم او المستوى بتاعهم هو بيجيب كريم دي لا كريم زي ما بقولوا كريمة الكريمة فهم ييجي يقولك انا عايز لاندوفيسكي في البارسة خلا مين حيقعد يفاتش ورا لاندوفيسكي عايز هالند مين حيقعد يفاتش ورا هالند فانت في حاجات تبقى واضحة لكن في لعبة بتيجي وتمشي برضو محادش حاسبية هو عثمان ديمبلي دا لما راح لما راح لبارسة مش الي سوارس مش بأمر مين بصمع انا لو هقيس على اللعبة انا بتكلم على السيستم بتاع النظام دا سيستم اه انا مش بتكلم على هو دا السيستم ان الكوتش دا ايما له قرار لكن قليات العمل فيرجسون كان بيشتغل ها فيرجسون مين كان نجم الشباك مع فيرجسون بس هو واضح الكلام هنا باشوهندس انه السلطة المطلقة هناك مش المدير الفني الواحد وابقول لك انا لقيتها في مصر المفهوم مختلف عن اوروبا يمكن انت شوية عشان ما عندكش النظام دا وعشان عندكش الكوادر اللي تلعب الادوار دي موسع له موسع له المساحة دي يعني فيرجسون النهاردة ارجع لك لبقيت كلامه لان كلامه اللي جايمه على فاكرة مش متنقضين انا بحليلك ما تخليك بس في المسأل الصارخ ده عشان اوضح لك برضو نقص دي ايه مين كان نجم نجم على مستوى العالم في المان يونايتد باكم مش كده انا فيرجسون قالك مش عايزه انا عندي رودي اسمه فيلر بس انا عايز اقول لك الحاجة بشوان هو انا بكلمك في حاجة حصلت ولا ما حصلتش يا تطفق تختلف معايا الاول فيها وبعدين نشوف احنا مختلفين في ايه ده مش حصل ايه وطلع قال لهم انتوا ليه بصين على بيك كان من اهم اللعب الراجل الويلزي ده اهم اللعب ولعب معاه جارس بيلو ولا مين لا اسمه رودي اسمه رودي بتاع رودي فيلا لا كان اسمه ايه من ويلز راين جيجز جيجز راين جيجز راين جيجز ده ليه معا كامل ايه 4-5 سنين بعد بيك اما مش وكل العالم اقتنع انه كان عنده حق وخبالك بس اما مش بيك كتصدمة حدي ماشي بيك لانه كان نجم كان نجم نجم يعني مش نجم انه هو الملعب اللي بيحدده بس ده كان بيتخذ ستايل في الشياك نجم ببرا الملعب فانا قد نقول ايه عندما اه هو فيه ناس بتساعده بس برضو الفيتو عند مين دايما هتجد المدير الفاني طيب قال ايه مارسل كولر عليك دائما هنا توقع المفاجآت دي بقى الحاجات السلبية يتم تأجيل المباريات او بدء تشغيلها تلقائيا في وقت اللاحب بالاضافة الى ان درجات الحرارة الشديدة بتخلي الحياة اليومية في مصر اكثر صعوبة خلال النهار درجة الحرارة بتزيد على 40 درجة وعلشان كده بنتدرب بالليل قالك كما يصل اللاعبون خمس مرات في اليوم ونضح هذا في الحسبان ونؤجل التمرين عشر دقايق علينا ايضا اعداد جدوى الخاص في شهر رمضان لاحترام المشاعر قالك انا بعيش في فندق وعندي سواء خاص لا اعتقد ان انا استطيع قيادة سيارة هنا بنفسي الامر مختلف تماما لا يمكن مقارنة حركة المرور في الطرق بتلك الموجودة في اوروبا كل شخص يقود بالطريقة التي يريدها هنا فيش نظام اعدو لك فيه عشوائية اتنقل بين الفندق وملعب التدريب ولا استطيع ان اتجول دون ازعاج لم ارى الكثير من القاهرة حتى الان زورت الاهرامات مرتين مع الاصدقاء هيكون فيه الكتير لاكتشافه ثقافيا ولكن لسوء الحظ لم يحدث بعد حتى الان هو شغوف انه شوف الكلمة دي بقى مش بتوضح لك الى اي مدى احنا مقصرين مقصرين مع شؤونة حتى الراجل دي بقولك انا لم اكتشف كل اسرار الهرام معين دي الكثير من الامر عايز اكتشفه هو يتحدث عن الاسرار يتحدث عن ما تمتلكه مصر اسرار الحضارة دي ايه؟ اسرار الحضارة طب هدعتنا انه يجيب المدربين الاجانب دول اللي بيتكلموا في الاعلام بره ده انت وزارة الثقافة وزارة السياحة لابد يكون لقى برامج مع الناس دي طبعا اللعيب الاجانب والمدربين الاجانب يتواصلوا معاهم وعاديين يعمل لكم صحيح والله والصدافات في اجازاتهم بدأ مايروحوا ارجع 48 ساعة عالقصر اذا كنت شغل اللي عنده شغل هيجيلك بس لما حيروح بلده حيعمل ايه؟ هو نفسه اول مايروح هتلاقيه هينزل على كل حساباته وصوره في الاماكن دي صوره وهو يتحدث محتراف طبعا عن هذه الثقافات يعني انت ليلة مايجيلك وعش احنا للأسف بننشط السياح مع المصريين بنستضيف المصريين في بلده لا لا تصادفهم فيه هو احنا احنا زمان و احنا صغيرين كنا بنروح رحلة الواصل و اصوان و احنا في السنوي اجباري و كانت بخمسة جنيه تقعد اربعة اياه خمسة جنيه تقعد اربعة اياه فانت صفر وقامة و اكل فول بورد ليه؟ عشان تطلع مرتفع ازاي كنا محترفين او كده زمان و دلوقتي محدش اعرف ثقافة بلده و عشان يروح يخش اي متحف يتكلف كام ما تخلي المدارس تروح يا اخي مجانة تتفرج على المتحف و على رأيك المدربين الاجانب واللعب الاجانب ليه في فترات توقف ما يتعمل لهمش برامج و هم هينشروا ده في صورهم و على حسابتهم و على غير هون محتاج توقف ان اخد الواحدة و دي المتحف يوم الجمعة ولا برا المتش ولا بالليل يتعشف الحسين و اعملوا حتة مخصوص كده و يتماشى فيها شارع المعز مقصرين في بلدنا اوي ما اعمل زي ما انت فاكر لما يقول لك اصلي مش عارف مين مهمش و مين احنا اللي بنهمش نفسينا اه للأسف للأسف طيب بيوشني بحاجة ما سمع طيب بيرسي طيب بيقول لك راح وتمشى و كان مبسوط اه و قال يو ديانج لازم طيب تكلم بقى على افريقيا قال لك في السودان المشجعين المنافسين لنا جمهور الهلال اطلق علينا الغاز المسايل للدموع في التمرين قبل المباراة قال لك فيكم بلد دخان وعد جنبينا ما شفناهاش في الاول لكن اللعبة اللي متواجدة و عاشت الموال ده قبل كده نصحونا انه محدش يفرق عينيه و كانت نصيحة مهمة طبيا كان علينا غسل اعيننا بالماء بعدها والتوقف عن التدريب لكن لم امر من قبل هذه الاجواء و دي لالاتحاد الافريقي قال لك في تونس لعبنا الافتتاح قدام الاتحاد المنستيري كان الملعب صاخبا بالجماهير سجلنا هدف الوقت المحتسب بدل الضاع و بالرغم من انها كانت المحطة الاولى في البطولة ليا رأيت الزجاجات البلاستيكية تتطاير باتجاه الملعب اما عن التعامل مع تلك المواقف قال مرسل كورا قال لك في البداية ما كنتش متعود على ده لكن لو حسن الحظ كان فيه مضمار بين الملعب والمدرج كان بيكفي ان انا اجر فيه و موه اتفادى الازايز اللي بتتريبه ايه يقول لك او تمال بتاعي فاكد قال لك كان بيديني فرصة ان انا اراوغ الازايز اللي بتتحذف علي من المدرج قال لك بالاضافة الى ذلك لدي حارس شخصي يكون بجانبي في المباريات فرض من امن النادي دايما بيسهر له التحرك على الجماهير بقى قال لك مزاج الجماهير الايجابي يقدر يتغير بسرعة اذا لم يكن هناك نجاح حتى في النادي بتاعك قال لك فيه 18 نادي بيلعبه في الدوري هذا الموسم تم استمرار مدير فني واحد فقط معايا قال لك احنا اتنين اللي استمرنا لنهاية الموسم تقريبا هو وشوق غريب قال لك هناك اندي غيرت مدربية ثلاث مرات الضغط من اجل الفوز هائل وانا اقوم بتحليل كل لعبة بدقة اكبر من قبل كده قال لك خسرنا بنتيجة كبيرة في دور الابطال خارج ملعبنا في جنوب افريقيا كانت واحدة من الهزام السقيلة على نفسي ويتركك الناس تشعر بذلك اذا فزت فالموظفين في الفندق من مشجعي الاهلي بيبقوا ودودين جدا معاك ويرسموا لك الابتسامة في كل لحظة لكن لو خسرت ما بيبقوش سعدة وتقريبا ما بيبقوش عايزين يشوفوني بيرايحوه اه طيب هتجدد ولا هترجع تدرب سويسرا ده سؤال له مهم جدا قال لك انا غبت عن التدريب قبل ماجل الاهلي لمدة سنتين مهمة التدريب شقة جدا وتجربتي هي ان فترات الراحة جيدة لاعادة شحن البطاريات بحتاج ده عادي مع الاهلي حتى صيف عشرين اربعة وعشرين في محادثات مع محمود الخطيب لتمديد التعاقد الموسم في مصر لم ينتهي بعد حتى الان لا تزال هناك نصف نهاء الكاس وبطولة السوبر الافريقي ليست لدي اي خطط اخرى في الوقت الحالي ولا اضع ابدا خطط ملموسة في مسيرتي اذا تلقيت عرضا مثيرا للاهتمام اوقعه وابذل قصاري جهدي للنادي اذا احببت مكانا فانا احب البقاء فيه لأطول فترة دي اللي بتبين انه مهتم بيتمديد عقده مع الاهلي واذا لم يعجبني فانا اتحمل العواقب ولكن لا اريد الذهاب اليه الا فقط عند اختيار وجهتي لقضاء العطلة قالك كان لدي دايما الاقتناع بانه التدريب تدريب منتخب بلادك هو اعظم شرف للمدرب حتى دخلت في هذا الموقف كنت مديرا فنيا لمنتخب النمسا وبعد استقالة مدرب سويسرا حدثت مفاوضات معي كان امرا رائعا عندما تريد بلدك التعاقد معك لكن شعوري الغريزي اخبرني انني لم انتهي من مشروعي في النمسا ولذلك رفضت العرض السويسري وبقيت في النمسا هذا يؤلمني ولكن بمجرد ان اتخذ قرارا لا اندم عليه بعد ذلك كولر اتكلم عن نجاحه مع الاهلي وفوزه بخمس القاب مع الفريق وازاي قدر يحصد الدور الكاس ودور ابطال افريقيا وسنائية السوبر بالاضافة للمركز الرابع في كاس العالم للاندية اعتقد كلام مهم لشخص سيف منه يا بقى انه مبسوط لا انا فهمت الامور بطريقة وده راكل ده 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 زاكي جدا ودقيق جدا قالك انا ما بحبش افكر ما معناه في بكرة كتير وانا دايما منفتح على العروض والتجارب الجديدة وفي نفس الوقت راح اقول لك ايه اذا احببت مكان لدي فيه مشروع فانا افضل ان اتمه حتى لو كان على حلم شديد زي ان انا ضرب منتخب بلدي بلدي ولا اندم على هذا القرار لم يكن مشروع قد انتهى في النمس فاحنا بنقول له مشروع قد انتهى في مصر هنعرف الاجابة ده سؤال مهم جدا وانا اعتقد الكل مهتم ببقاء هذا الرجل اطول فترة مع الاهل نطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام تاني مهم موسيقى 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 موسيقى